على النبي عليه الصلاة والسلام كله حضراتكم يعني يا إن الله وملائكته يصلون ودي بقى هتعملوا عليها مشكلة كبيرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي يا أيها يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم إزا بقى هتصلي على النبي يقول سلم أولا صلوا عليه وسلموا تسليم مش صلوا عليه وسلموا سلام ان الله يكتب وصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا علي وسلموا تسليما ونخلي بالنا انه ربنا سبحانه وتعالى بيصلى علينا هو الذي يصلى عليكم وملائكاته وليخدوجكم من الظلمات الى النور نخلي بالنا فانت بقى لما ربنا بيقول لك صلى على النبي بتعمل انت ايه بتقول الله اما صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عجب مش بتقول كده طيب انا بقى شايف انا جاي لكم بقى في القرن اه الواحد وعشرين بقول لكم بعد الف وربعمائة سنة اسلام انك بترد الامر على الامر يعني ايه بترد الامر على الامر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك صلى على النبي بتقول له لو صلى انت خلاصته خلاصته من قصيره زي ما انتم بتقوله او من الاخر زي ما بتقوله ربنا بيقول لك صلى على النبي انت بتقول له لا صلى انت عليه مش هو بيقول له مش هي كده وده لقى للخيارات كده وحدوتك كلك اللهم صلى على سيدنا محمد عدد خطرات البحار وعدد ما طالع عليه الليل والنهار وعدد اشجار اوراق اوراق اشجار وما مش كده مش انت بتقوله كده كلام اللي بتقوله ده طب ما نبص شوية في الموضوع يعني نحاول شوية نفهم جايز يكون اه ربنا عايز مننا حاجة تانية ولا هو لا ده يعني هذا ما الفين عليه يا ابا انا يعني اه وبعدين صحيح ليه ما قالش صلوا عليه وسلموا سلاما انتم تقول له ما صلى اصلي وسلم سلم ايه يعني سلم كده اعمل هو بيقوله وسلموا تسليما 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 شوف انا بعمل ايدي ازاي تسليما طيب اعمل ايه انا بقى في الحكاية دي عايزين نفهمها وعايزين نفهم الاول الصالة نصلي على النبي يعني لما هقول لكم حاكي عشان نفهمها لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي محمد خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن له يقول اللهم وصل عليهم يعني تاني ربنا بيقول لسيدنا محمد زي ما قال لكم كده صلوا على سيدنا محمد قال لسيدنا محمد يصلي عليكم يصلي على الصحابة قال له خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم يقول سيدنا محمد يقول له والله سامينه عليهم يقول له صلي اللهم صلي عليهم ينفع ده يعني انت انتو شافين ده ده كده المزبوط ولا صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم يعني دعي لهم شايفين ايه يعني يعني بمنطق الاية الكريمة اللي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه شايفين انه لما ربنا سبحانه وتعالى قال له خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سامينه عليهم ده بيقول له علشان نبي يقول له طب صلي انت عليهم اللهم وصل عليهم ولا عشان يدعي لهم يبقى يبقى ايزا برضو بنفس المنطق ان الله وملائكة ويصلون على النبي ايها الذين امنوا وصلوا عليه صلوا عليهم يصلوا له صلوا عليهم برضو الهم قال له وصل عليهم صلاة زي ما بتصلي على الميت طب بتصلي على الميت بتعمل ايه يقول لك صلاة الجنازة اربع تكبيرات بعد التكبيرة الاولى قراءة الفاتحة وبعد تكبيرة الثانية الصلاة والسلام على رسول الايه كما جاء في التشاوض الاخير وبعد التكبيرة السالسة الدعاء للميت وبعدالتكبيرة الرابعة الدعاء لسر المؤمنين والسلام بίζبوا له كده كلها دعاء الصلاة على الميت كلها دعاء يبقى ايزا الصلاة على ما كلها دعاء صلاة الرسول لنا كلها دعاء يبقى صلاة على النبي تدعيله لا مش تروح تقافلي هناك عند قبر النبي على السلام بتقوله السلام عليك يا سيدة رسول الله سلام عليك يا بك الله ما صلي على محمد وعلى المحمد طب يعني بتقوله ربنا صلي عليه طب يا سيدي متشكري خلاص متشكري هقولك ايه يبقى لازم لازم احس وبعدين تعالى بقى وسلم وتسليما دي هي صلاة وسلام وصلاة وتسليم ما لازم نعرف ما بقوله يا ايها الذين امنوا صلوا علي وسلموا تسليما تسليما يعني يعني اذعن واطع اطع الرسول واطع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ده التسليم مش السلام اللي اللي الناس يعني مبسوط اوي يعني انا انا طبعا بختصر لكم الكلام ف معلش انا شايف ان الكلام صعب شوية وشايف ان ده مخالف تماما للي يعني وصلكو واللي تعيشنا وقضينا عمرنا فيه لكن ربنا سبحانه وتعالى عارف ان احنا عملنا الكلام اللي هو مش صح عملناه لرضاه وربنا سبحانه وتعالى هيتقبل منا لانه بيتقبل كل الاعمال طالما انها كانت لوجهه سبحانه وتعالى يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولا